بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم اصدقائي. اه النهاردة ان شاء الله هنشتغل اه مع بعض دلاية اه من سلك النحاس الدهبي مع اه حجر العقيق. اه باللون الاسود المط ده. زي ما انتو شايفين كده كنا اشتغلنا قبل كده دلاية مع بعض. بس اشتغلناها اه بالالومونيوم الفضي مش بالنحاس. النهاردة ان شاء الله هنعملها بالنحاس. هنسمي اللون ابتدي على طول. العدة بتاعتنا اي حجم دوارة او عمود الاساور. اه معايا الاصافة. الزرادية الخشنة. الزرادية الفلات النعمة. وطبعا الزرادية المبرومة. ومعايا الاحجار بتاعتي بكزا حجم الحجم اللي هو مقاس اه تمانية مقاس اربعة مقاس تلاتة. اه مقاس تلاتة ده اه عقيق اه اه مقاس اربعة عقيق بيلمع. مقاس اه اه تلاتة اه اه اونيكس اسود. هعمل ميكس كده بحيث ان انا التدريج بتاع الشكل بتاعي لو احتاجت حجر صغير بحطه في المكان المناسب ليه. هنسمي اللون ابتدي اه اه انا لفيت الدايرة اه بالشكل ده. بدل ما اجيب السلك والفه تحت الكاميرا بيبقى اه المساحة بتاعتي مش مش سهلة. كل اللي انا عملته ان انا جبت السلك الميلي ونص ولفيته بالشكل ده. عايزة بس اخد آآ شكل الدايرة كده. اي حاجة استوانية عندنا هتآ هتقدي الغرض. بالشكل ده كده. ومعايا السلك طبعا اللي بركب بيه الاحجار سلك النص ميلي او الخمسة من عشرة. فبعد ما عملت كده اهو عندي دايرة. الدايرة بس ادتني الشكل الاساسي في الاول. زي ما عملت في الدلاية. الالومونيوم. اخدت الشكل بتاعي او الدايرة بتاعتي وابتديت اوسعها بالشكل ده. او ازبط بالشكل ده بيدي عادي. بس المرة دي عايزين انا كنت آآ عاملة الوحدة دي من الجنب عايزين نعملها من فوق. الجزء ده السلك ده. هاجي كده. عايزة عامله ليه شكل مش هسبته بس كده وخلاص. باستخدام الزرادية هبتدي احاول اخد شكل جوه الدايرة بتاعتي شبه العين. كان فيه متابعة من الناس العزازة علي طلبت ان انا اعمل شكل جوه عين. فعايزة ادي الشكل بتاعي بس كده. هحاول اعملها معاكم. مع المحافظة على السلك طبعا. احاول احاول سيكونوا باستخدام الزرادة عايز تدورها شوية من النص. عشان تديني آآ شكل العين. الى حد ما. همسك العمود كده ابتدى ادور شوية. كده. مع السحبة اللي هي في الاخر. بالشكل ده. وهبتدي. ارجع للشكل الاساسي بتاعي. كده. بصوا آآ آآ نحن نشتغل الدلاب ايدينا دي حاجة حلوة. وحلوة جدا كمان. آآ بدل منزل اشتريها جاهزة. آآ تخيلوا انا عايزة اعمل شكل بالشكل ده. هبتدي انافزه بايدي. اهو. عايزة هاتني دي بس كده. عشان دي اللي هعلق منها الدلاب بتاعتي. كده. وهنبتدي التسبيت بتاعنا. السلك ده انا عايزة يبقى هنا بيصد كده في الجزء ده. التسبيت بتاعي هيبقى بالشكل ده كده. انا عايزة في النص هنا هخط طبعا حجر من الاحجار بتاعتنا الكبيرة. وفي الجزء ده هبتدي حط الاحجار اللي معاي. عايز بس اقربها كده. وهقرب دي كده بالشكل ده. طبعا باستخدام السلك. الخمسة من عشرة هبتدي. آآ آآ اثبت الشكل بتاعي على راحة ايدي طبعا. اهو. كده. ممكن هنا هجيب سلك صغير أثبت العين الأول عشان تبتدي أبتدر تحفل شغل كده طبعا الشغل ده بياخد وقت فبقى عذروني الناس اللي بتتفرج طبعا وبتبقى حسن الوقت طويل لكن اللي بتعلم على فكرة مش هيحس بالموضوع ده لكن اعتذار واجب يعني مش بيدي والله أنا ممكن أعمل آآ كل يعني معظم الحاجات برا الكاميرا بس ببقى آآ مش حابة ده الجزء اللي أنا ببقى اتكلمت عليه أصلا وشايف أنه هو ينفع يتعمل برا الكاميرا بعمله عشان أقلل الوقت على قد ما أقدر لكن في حاجات كده آآ بحس أن مش كل الناس آآ زي بعض آآ في ناس بتقول أن الفيديو تبقى في ناس بتبقى شايفة أن الفيديو لازم يبقى في الشكل ده فأنا عايزة آآ الشكل الصح هو اللي يتم بحس أن الكل يستفاد أنا هعمل كده هنسبت السلك بتاعنا عشان هسبت بس الحجر اللي هو آآ في نص العين وهشوف أنا هعمل إيه طبعا اللي بشتغل معاكم عايزة أثبت السلك كده في النص ممكن نعمل إيه همسك السلك واقصره شوية قبل ما ركب الحجر كده عشان الحجر يبقى في الجزء اللي أنا عايزاه موسيقى موسيقى وهاخد لفة مش عارفة انتو خدتوا بالكن عملت إيه هبتدي ألف بقى من فوق كده أنا اللفة اللي أخدتها دي فرضت على الحجر بتاعي إنه هو يبقى متسبت في الجزء ده أو في المكان ده هزقها شوية كده وابتدي أثبت برضو الباقي السلك هكمل وهرجع لكم تاني قلل الوقت شوية هثبت بس السلك ده كده كده ثبت الحجر اللي جوه الشكل الدخلي ده وبعدين هبتدي أرجع للسلك الأساسي هبتدي أثبت الشكل بتاعي هشوف التعليق إزاي والدنيا عاملة إزاي كده هاخد السلك بعد ما ثبته في سلك واحد هبتدي أثبت لاتنين مع بعض كده ودايما أخد لفة كده فوق لو أقدر أخد لفة كمان تحت ما كانش المسافة صغيرة فتمام الشكل ده مع الحفاظ على الشكل بتاعنا أهو وهنزل لغاية ما أبتدي أخد أدخل في الجزء الواسع اللي أنا هتركب فيه الأحجار هبتدي أركب الأحجار بتاعتي كده الأشكال غير منتظمة دي مثلا زي اللي احنا عاملينه ده وزي الفضي اللي احنا عملناه قبل كده بيبقى لي جماله برضو مش تقليدي ما تشافش قبل كده أنا بعمله زي ما ايدي بتطلعه بصراحة بتبقى الشغل مميز جدا اللي حابب يتميز وحابب يعمل حاجة مختلفة هيشتغل بالسلك من غير قلق مع الوقت هيبتدي يعمل تصاميم خاصة صدقوني بتبقى ممتعة أهو كده وأنا بلف على السلك اللي فوق لفه وبعدين باخد معا اللي تحت عادي وبعدين أطلع واخد لفه على اللي فوق بزبط الشكل بتاعي زي ما انتم شايفين كده هنزل هبتدي بقى اوسع هنا أنا عايزة دي تبقى مسكة نفسها شوية فلازم أبقى مخليها برضو تبقى هنا في يعني الجزء ده أول ما ابتدي أركب الأحجار هابديعلكم تاني همشي بنفس النمط وهرجعلكم تاني كده ابتديت أركب اهو مشيت شوية لغاية ما ثبتت الجزء الأول هبتدي أركب الحجر بالتدريج كده أخد مسافة شوية يعني لفات بالسلك كده كذا لفة ابتدي أوسع المسافة بين الحجر والتاني عشان تبقى شكلها حلو ما لزقهم شوف بعض قوي وابتدي أثبت هنا برضو تحت كده 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 انا شرية ده من فترة بصراحة مش عارفة سعره كام دلوقتي. يعني حتى الحجم الصغير ده كان غالي. بس بصراحة ببقى ليه حلوته. في منه احجام كتير في منه تقطيعات مختلفة. يعني مدور فيه الشكل اللي هو الشبه السامبوكسة. في منه اشكال كتير وتقطيعات كتير. افضل ماشي بقى كده بالتدريج. زي ما انتم شايفين التدريج بتاعي دايق هنا ياخد حجر صغير وبعدين ياخد حجر كبير. فهعمل كده ايه رأيكو? هبتدي ادرج الحجر بتاعي. لان كده وقت الفيديو هيطول مننا جدا. انا بس عايز اوصل للفكرة لكن ما يبقاش بوقت كتير عشان وقتكو. والفيديو يبقى مفيد اكتر. ويستفاد منه اكبر عدد لما يبقى وقته معقول. فهعمل كده بصوا. اولا ما تبتدي المسافة تبتدي تاخد حجر كبير هبتدي اركب حجر كبير. ايه رأيكو? فهكمل وبعدين هتشوفوا معي النتيجة. تمام? هرجع لكم تاني. كده خلاص كملت بقى الاحجار بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اه شايفها انا حاسة ان هي نقصة حاجة بفكر اه اعمل لها خلفية للجزء اللي في النص اللي شبه العين ده. فباستخدام السلك المفروض هسبت السلك وامشي خطوط بالعرض في الجزئية دي. فاللي انا هعمله هاجي كده وهسبت السلك بتاعي. بحيث ان انا اه امشي خطوط اه عرضية كده. اعمل ارضية للعين بتاعتي عشان تبقى شكلها اه ظاهر اكتر. هركز اللون الدهبي في في الجزئية دي. فده اللي انا هعمله دلوقتي دي اخر حاجة هعملها في الدلية طبعا. مختلفة خالص. اهي. هسبت بس السلك وابتدي اه امشي خطوط بالعرض رايح جاي. اسبت يمين واسبت شمال لغاية ما اكمل آآ باقي الجزئية دي تبقى كارضية للحجر بتاعي حاسها وهي آآ فريم بس كده مش مدياني الافكت مطلوب لو تاخدوا بالكو اهو. عايزة ارضية او خلفية. فهسبت كده. وهاجي من هنا عشان عايزها بالعرض مش بالطول. يعني بالطول هتديني شكل. وبالعرض هتديني شكل تاني. نشد السلك بتاعي كويس. بخاف دايما من الاجزاء الصغيرة بتاعت السلك نصف من اللي دين نخلي بالنا على طول نحطها في طبق جنبنا وبعدين نتخلص منها عشان آآ بتبقى مؤزية. هاجي. هعمل كده. هنثبت هنا بس مش للاخر. هشتغل بالشكل ده اهو. هشتغل وازبط. وابتدي اروح الناحط تانية واسبت برضو. فهفضل ماشي بالشكل ده. من غاية ما اكمل الشكل العين بتاعي. الارضية بتاعتي كلها تبقى متزبطة. خليبنا من بواصل التشكيل بتاعنا طبعا نخلي بناك قويس جدا اهو هفضل مشع كده هشد وارجع فهكمل بقى الجزء ده وهرجع لكم تاني اوريكم النتيجة بتاعت الشكل بعد مع عملت الارضية للعين هتبقى شكله مختلف ازاي هرجع لكم تاني اه كده اشتغلت شوية اه اشتغلت جزء من الارضية بتاعتي اللي انا بشتغلها اه المفروض ان الجزء ده انا عاملها هي متينة وكل حاجة دي بس انا برضو شايفة ان النقطة دي تعتبر نقطة اه مش مش مظبوطة او لازم تتسبت برضو يعني دي ممكن تتلبس عادي وكل حاجة بس انا بالفكر بتاعي بحب كل حاجة تبقى القطعة بتاعتي متينة جدا فانا عايزة اعمل ايه انا عايزة ااخد لفة واحدة على هنا هي طبعا من غيرها هتبقى احلى يعني كده بصوا احلى لكن انا عايزة اعمل كده لو تاخدوا بالكم هتبقى سلك واحد كده بحيث ان انا اعمل زي تثبيت اكتر للسلك بتاعنا فهعمل كده هيجي في نفس المستوى بتاع السلك وابتدي هعمل بس لفة واحدة يعني تكاد تكون مش مش ظهرة او مش مسببة اي قلق للعين لكن السلك ده يعني اللفة الواحدة دي هتديني متانة او هتمسكلي الجزئية الطائرة دي هو طبعا الملي ونص ماسك نفسه وكل حاجة ومع الشغل كمان اللي انا عاملاه تعتبر متينة لكن زي ما بقولكوا كده اللفة الواحدة دي هتديني متانة للجزئية دي ما تبقاش طائرة من غير اي تثبيت لها هعملها بس كده هاخد لفة كمان بحيث ان انا ابقى فعلا القطعة بتاعتي ما فهاش اي نقطة ضعيفة بصوا هي طريقة شغلي يعني انا بحب الشغل بتاعي يبقى متين جدا ممكن في اللحزة دي اعمل هلف زي جادلة كده مش هاخدهم الاتنين عشان ما يبقوا الشكل لهم مش حل هاخد السلك ده الفوا على السلك ده يعملي زي جادلة كده بسيطة اهو معايا فهعمل كده بصوا هي هتبقى بالشكل ده وهارجع تاني على نفس الشكل ده هبتدي اه امشي بالعرض اكمل ارضية العين بتاعتي هخلص بقى اه خلص ان شاء الله كده وارجعلكو اه تاني اه نشوف النتيجة مع بعض عاملة ازاي بالارضية قبل اه بعد ما خلصها و اه ونزبطها ان شاء الله مع بعض اهو هتبقى بالشكل ده هرجعلكو تاني بعد ما خلص تقريبا كده خلصت فاضل بس كام حاجة بسيطة اللي هي بزبط بهم الشكل بتاعي اهو زي ما انتو شايفين كده بعد ما لفيت الاجزاء اللي بالعرض او الاسلاك اللي بالعرض خدت واحد كده بزاوية عارفين كاني بعمل دعامة للارضية بتاعتي عشان تتسبت كويس هعمل كزا واحدة كمان كده اهو بحيث ان انا امسك الاسلاك كويس ما تتحركش وفي نفس الوقت اضبط الشكل بتاعي اكتر اهو اه بعد ما عملت الجزء اللي قلتلكو عليه اللي هو نشيت بالاسلاك بالعرض كان لازم ارجع معاكو اقولكو كمان على الجزئية دي مهمة برضو اه الحاجات دي اصلا بتطلع اه يعني ما ببقاش محدداها قبل الشغل هي بتظهر مع الشغل كده فدايما احنا بنتعلم الاساسيات لكن في حاجات بتتفرد علينا وقت الشغل او بتبقى مطلوبة عشان تخلي الشغل احسن اهو ازبط بس اشدها هيجي كده هعمل كمان واحدة بسه يعني حساها فرقت في الشكل خلته احسن الارضية نفسها اقصد لو كانت سادة من غير اه من غير الارضية كانت هتبقى ضعيفة كده مش مش غنية هي كان هيمشي حالها لكن الارضية قدتني غنى للتصميم بتاعي ما اعاز اسبط دي كده شوية فكل ده بتحكم فيه بالسلك بالاسلاك بتاعتي طول ما انا شغالة اي حاجة بسهر بحتاجها التصميم بتاعي بكملها. دايما بخلي طرف السلك النص ملي ده معايا. بزيادة. بحيس ان انا اخلص. ابتدي. اشوف ايه اللي ناقص. اه ازبطه اكتر واسبطه اكتر. اه مش عايز اطول عليكم. اه زي ما انتم شايفين كده اعتبر الشكل بتاعنا. اه خلاص. بس زي ما بقول لكم الاجزاء الاخيرة او التشتبات الاخيرة دي مهمة. بالنسبة للشغل. فانا مسك السلك انا خلصت خلاص. لكن اللي انا بعمله ده مهم. كتشتيب وكتصبيت للشغل. هفضل اعمل كده لغاية ما حس ان الشكل خلاص مسك نفسه جدا. وبقى خلاص عينيه مرتحال وما فيهوش اي حاجة نقصة. مش اكتر من كده اهو. بسه. كل ما بشد سلك كل ما بيديني. غنى وتزبيط للشغل بتاعي. فمش هطول عليكم. هنقفل مع بعض الفيديو على كده. اهو. ان شاء الله تشتغلوا التصميم. طبعا احنا اشتغلنا بالفضي. بس انا مش هعمل لتنين زي بعض. يعني ما ما حبيتش اقرر التصميم. اه اللي هو بالفضي. اه كان لازم ان انا عامله بشكل مختلف. زي ما انتم شايفين كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. وكمان ما تنسوش تعمله الشير للفيديو وللقناة عشان الكل يستفاد. وللسه ما اشتركش ياريت يشترك. ويفعل رمز الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والناس اللي بتسألني على اللايف. آآ تفعيل الجرس مهم. مجرد ما بعمل اللايف بيجي آآ بيوصلك اشعار. زي ما انتم شايفين كده خلاص. انا هخلي بس الجزء الاخير ده معايا. انا بس عايز اوريكم الشكل النهائي. بعد مخلصنا. ده التصميم اللي بالدهبي. وده كمان التصميم اللي بالفردي. الناس اللي كتعايزة تعملوا كاجول. آآ الكاجول يا جماعة عبارة عن ان انا آآ هركب في الجلد. جلد عادي خالص ممكن بتربية ممكن احنا طبعا اشتغلنا قبل كده. لو عايزيني اركب معاكم باقي الدليات. باقي الدليتين نركب بعقدة او نركب للسلسلة. واكتبولي في الكومنتات. وان شاء الله نكملهم مع بعض. ما تنسونيش من دعواتكو. متشكرة اولى متابعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.